سؤالي التاني اللي معانا إيه حكم استخدام السبحة في الذكر؟ لإني سمعت بعض الناس بيقول إنها بدعة لإن النبي عيسى صلاته والسلام لم يستخدمه السبحة معروفة وهي عبارة عن الخرازات المنظمة في خيط بيعد بيها المسبح تسبيحه وذكره والذكر بالسبحة وغيرها العددات اللي طلع جديد والحاجة كل ده الذاكر بيستعمله عشان ينضبط أو يضبط به العد عامل لنفسه ألف مثلا استغفار عامل لنفسه مية استغفار ألف صلاة وسلام على رسول الله أي مكان يعني فهو عامل لنفسه مقدار معين من ألوان الذكر المختلف عايز يضبط هذا ذك فبيستعمل السبحة عشان ينضبط به العدد هل في ده شيء؟ لا السبحة أمر مشروع أقره النبي عليه الصلاة والسلام عشان اللي بيقولك إن ده مش سليم لا أقره النبي عليه الصلاة والسلام وجرى عليه عمل السلف الصالح من غير النكير إحنا بس في الزمن ده اللي شايفيه يقولك ده بدعة بدعة السبحة بدعة نذاكر العلم قبل ما نقول إن ده بدعة ومما يدل على أنها ليست بدعة ما أخرجه الإمام الترمدي وصحهه الإمام الحاكم ووفقه الذهبي عن أمنا السيدة صفية بنت حيين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها النواة بتاع التمر معها أربعة آلاف نواة بتسبح عشان هي عايزة تضبط عد الذكر فهي بتقول فقلت يبدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقلت لقد سبحت بهذه فهي بتسأل النبي يا صلى الله عليه وسلم فقال لها ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به هو النبي ما نهاش لم ينهها عما صنعت إنما هو لأ حرصها على العلم وده حيبان بقى لما بتقوله فقلت وهي اللي بتروي الحديث فقلت بلى أعلمني أيه عايز أعرف عايز أسبح أكتر من كده النبي عليه الصلاة والسلام علم ما عندها من حرص على كسرة الزكر فعلمها التالي وقال لها قولي سبحان الله عدد خلقه لأنه لاحظة إن عندها رغبة في الاسدياد من الزكر والاسدياد من العلم تسبح بالحال ده عندها وقت وعايزة تستغرق الوقت كله بالتسبيح تسبيحة تسبيحة وتعد بالنوى أو بغيره أقر النبي ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن ذلك وفي نفس الوقت إدان معنى جميل وتسبيح سبحان الله عدد خلقي للوقت ويدي وما عندهش يعني ساعة من الوقت يستغرقها بعد التسبيحة تسبيحة تسبيحة أنه يقول سبحان الله عدد خلقي والملائكة تعد تكتب ورد كمان أنه كان لأبي الدرداء رضي الله عنه يعني النبي أقر فعل أمنا صفية ودي سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه كان عنده بعض النوى حطتهم كده في كيس فكان إذا صلى الغداء يعني إذا راح يصلي الفجر أخرجهن أخرج النواه دول حبة النوى اللي شايلهم في كيس يطلحهم ويسبحوا بهن حتى ينفد يسبح بهم لغاية ما النوى ده يخلص عمل لنفسه مقدار بيسبحوا كل يوم لما يروح صلاة الفجر يعني عشان ينضبط عد الزكر بالنسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر